موسيقى حول ما يتعلق بالاقتلاف الوطنية وانسحابه من الحكومة وتحوله للمعارضة بسبب انزعاجة من المحاصصة وعدم ايجاد او وجود شراكة حقيقية مثل ما عبر عن ذلك زعيم اتلاف الوطنية السيد اياد علاوي حول ما جاء ويانا القيادي باقتلاف الوطنية الشيخ عدنان الدنبوس شيخ عدنان مساء الخير مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام يا هلبيك ليش اتحولتوا لمعارضة شيخ شنو اللي صار يعني شنو اللي دفعكم باتجاه اتخاذ مثل هكذا قرار الحقيقة موضوع نحن تحولنا للمعارضة نحن الآن فيما يعرف بالمعارضة الايجابية وبالمناسبة نحن لم ننسحب من الحكومة نحن اصلا لسنا في الحكومة الا في منصب واحد هو منصب الدكتور اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية وتعرف ان هذا المنصب هو تشريفي وليس فيه اي وزراءكم يعني ليس 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 لدينا وزير الا وزير واحد ايه وتم ابعاده عن الوزارة ايه وزير التجارة يعني اذا انتم مشتركين بالحكومة كنتم من حين ابعاد السيد ملاس وزير التجارة الى اليوم انتم موجزء من الحكومة من الحكومة الحالية لكن بدون اعلان سحاكم من الحكومة وتحولكم للمعارضة ليش الان هذا الاعلان ولكن كنا ايضا داعمين للحكومة منذ ان اعلن السيد العبادي اصلاحاته وقد كنا داعمين له قولا وفعلا وكانت هنا لك لقاءات مع السيد العبادي على مستوى رئيس القائمة الوطنية الدكتور عيد علاوي او بعض السادة النواب والمسؤولين في القائمة الوطنية وانا منهم وكذلك اقول للتاريخ باننا لم نكن راضين عن الاداء الحكومي منذ فترة ليست بالقصيرة باعتبار ان الحكومة والعمل السياسي في العراق قد سار على وفق المنهج المعروف وهو الطائفية السياسية وبالتالي نحن لسنا مع هذا الاتجاه الذي لم نحصد منه الا البلاء والخراج عدنان هو شنو الجديد بالمحاصصة على اعتبار الحكومة الحالية تشكلت على اساس مبدأ المحاصصة واتقبلتوا بهذا المبدأ ودخلتوا بهذه الحكومة هل سب وزير بعشرة انتوا جزء من الحكومة الحالية على اساس المحاصصة الطائفية ليش الآن جاينا معترضين على هاي المحاصصة نعم نعترض على المحاصصة لانها لم تثمر عن شيء ايجابي باتجاه الشعب العراقي بل الثمرة منها هو الدمار والخراب والتفرقة والتطاحن والإفلاس وكل ما والفساد كل هذه هي من سمات المحاصصة الطائفية السياسية وبالتالي نحن نرفضها رفضا قاطعا وسنحاربها محاربة إيجابية تحمني شويها اليوم هي مجربة هاي المحاصصة ونتاجات المحاصصة واضحة للجميع واضحة لإتلاف الوطنية من بعد عام 2003 ورغم نتاجات السيئة للمحاصصة تقبلته بالمشاركة في حكومة محاصصة هي الحكومة الحالية لا ما كانت واضحة كما هي اليوم وأقول للتاريخ بأنها ما كانت واضحة لأنه كان العراق لديه فائض كبير من الأموال كانت مغطية على كل العيوب التي هي انتجت من المحاصصة الطائفية السياسية حينما أفرغت الخزينة العراقية من الموارد وأصبح العراق على شفى الإفلاس ظهرت عيوب الطائفية السياسية بكل تجلياتها وبالتالي أقول آن الأوان لمحاربة الطائفية السياسية عن طريق المعارضة الإيجابية التي ستكون هي المنهج الجديد الذي نقوم به وسنشخص حالات الخلل في العملية السياسية للشعب الممتاز المعارضة المعارضة داخل البرلمان الإيجابية السلمية مطلوبة بالعمل السياسي وبالنظم الديمقراطية بس تمو معارضة حاليا السيد أياد علاوي نائب رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية حسب الدستور جزء من السلطة التنفيذية أسعدهم صلاحيات ماعدهم صلاحيات منصب بروتوكولي منصب تنفيذي هذا ليس شغلي الدستور يقول هم جزء من السلطة التنفيذية فشون أنتم معارضة صمم الدستور العراقي وصمم معه منصب رئيس مجلس الوزراء وهو السلطة الفعلية والتنفيذية في البلد وبيده سلطات واسعة ومن أهمها القيادة العامة للقوات المسلحة وبالتالي ليس هناك سلطة موازية أو قريبة من منصب رئيس الوزراء في العراق وبالتالي نعتقد أن كل المناصم الأخرى هي تشريفية وشكلية إذا ما قرنت بمنصب رئيس مجلس الوزراء تصبحت معارضة زعاجة على المحاصصة وغياب الشراكة شيخ عدنان لو بسبب عدم اعطاكم منصب وزير الدفاع ضياع منصب وزير الدفاع ولو ماخذين هذا المنصب كان الآن موجودين بالحكومة وسمعنا هذا الإعلان الانسحاب من الحكومة والانزعاج من غياب الشراكة والانزعاج من المحاصصة والتحول إلى عمل المعارضة مو بكل يخص منصب وزير الدفاع وعدم اعطائكم هذا المنصب رغم المفاوضات مع الدكتور حيدر العبادي ورغم مرشحيكم وأحد المرشحين حسب معلوماتي كان أيضا موجود في الخضراء سيد العبادي دازعليا من دولة مجاورة وقعد بدار الضيافة داخل المنطقة الخضراء مو هالشكل اوضح لك جملة من الأمور هذا الموضوع الذي جنابك تتحدث عنه أي وهو موضوع المشاركة في الحكومة العراقية ولو كنا حصلنا على منصب ما ربما في رأيك إننا لن نسحب ولن نعلن المعارضة الإيجابية أود أن نوضح بأننا منذ فترة طويلة كنا لا نرغب بالاشتراك بالحكومة ولكن هناك ضغوط أحيانا تكون من قادة كتل مهمين ومن شخصيات مهمة في داخل البلد لغرض إعطاء أكثر مساحة للعملية السياسية بمشاركة قائمة هي ليست محسوبة على أي فئة من الشعب العراقي وإنما محسوبة على كافة أبناء الشعب العراقي وهي القائمة الوطنية التي تضم كافة أطياف الشعب العراقي ولكن كانت التجربة وأنا كنت أحد المفاوضين في هذا الموضوع كنا نجرب الحكومة ونجرب مفاوضين مع من؟ مع الدكتور مع السيد العبادي مع السيد العبادي نعم دولة رئيس الوزراء المقرم نعم وبالتالي كان الهدف من ذلك هو أنه كان يضعون فينا الثقة وأعطونا بالمفاوضات منصب وزير الدفاع وقد قطع العهد لنا كتجربة حسنية معنا ووافقنا على ذلك باعتبار منصب وزير الدفاع منصب مهم في الدولة العراقية ولكن حين وكانت التجربة لهدف واحد لا غير وهو انهاء المحاصصة الطائفية السياسية للمناصب السيادية ركز للمناصب السيادية منه كان مرشحيكم عفوا من فضلك أنت تعلم نعم أن منصب وزير الدفاع وزير الداخل كان لفترة طويلة هو لازم يكون من حصة المكون سين أو صاد المكون السني من حصة المكون السني يعني أنا لا أرغب بهذا التوصيف ولكن هي الحقيقة وبالتالي ردنا نكسر هذه القاعدة بس همين مرشحيكم أو مرشحكم المتفق عليه أيضا كان من الطائفة السنية نعم السألاف الوطنية عبر للطائفية إذا نرجع للأصل العراقي أما يكون سني أو شيعي أو كردي أو عربي أو ترقماني أو صنبي أو مسحي ولكن ما هي عقلية هذا العراقي هل عقلية طائفية نعم أم عقلية لا هذا هو السؤال المهم فإحنا كنا نعوّل على أن نأتي بعقلية لا تعتبر الطائفية هي منهج في حياتها وبالتالي رشحنا رشحنا شخصيات وتم الاتفاق ويا الدكتور العبادي على إسناد منصب وزير الدفاع لأحد مرشحي الوطني أي مرشح كان لا ليس واحد قدمنا أكثر من اسم لا لا أكو شخص واحد أو مرشح واحد السيد العبادي أرسل عليهم من دولة مجاورة أكو أشخاص التقاهم السيد العبادي لقاء شخصي ولكن المرشحين أكثر من مرشح شنو الاختلاف شنو اليصار هو هذا السؤال إذن رجعنا إلى نفس المربع الأول إننا نسير وفق المنهج الطائفي وعليه التحول نحو عمل عمل المعارض يجب أن نغير عن طريق البرلمان ولمعارضة الإيجابية لكي نؤثر على الشعب العراقي في سبيل أن ينتخب بالمرة القادمة ناس لا يؤمنون بالطائفة السياسية خلي ما أرجع إليك نفس الكلام أنه العراقية انسحبت بسبب ضياع منصب وزير الدفاع وعلى فكرة هذا سميت رأي هذا مرأي هذا رأي طرح أكثر من مرة الوطنية انسحبت لغايات انتخابية حتى بعد سنة من نجي نسألكم ماذا قدمتم جوابكم يكون واضح وحاضر نحن مو جزء من السلطة التنفيذية مو جزء من الحكومة ولهذا لم نقدم شيء نحن كنا معارضة في حين الحقيقة ثلاث سنوات جزء من الحكومة وسنة واحدة في مجلس النواب كمعارضة سلمية وين ثلاث سنين وين شنة هاي ثلاث سنوات وين ويعمل لثلاث سنوات المبات كنا شكان بدينا الطين يطين البقان بدينا شنو لا شيء لم نكن جزء من الحكومة هذا نقطر السطر وين وين كنا والحكومة الحالية والحكومة الحالية وحنا المحاصصة ومع النتيجة سيد وزير التجارة يمكن ما طول سنة أو أقل السنة وانت موضوع ما عدنا كل شيء آخر دقيقة وياك شيخ عدن فضل وصفك للحكومة الحالية باختصار وصفي للحكومة الحالية حكومة محاصصة ضعفية سياسة نتيجتها الفجل خليني شكرك شيخ عدنال الدنبوس القيادي بإتلاف الوطنية نورتنا بحضورك موضوعنا الثالث فيما يتعلق بسياسة العراق الخارجية المنطقة تهتز والعراق مهتز هيكون ويانا سيد علي الأديب رئيس كتلة دولة القانون النيابية ابقوا يانا بعد الفاصل اشتركوا في القناة